تنزيل الدرجات عزيزي عضو هيئة التدريس بعد الانتهاء من مشاهدة هذا الفيديو سوف تتمكن بإذن الله تعالى من التعرف على كيفية الانتقال إلى رابط مركز التقديرات الكامل التعرف على محتويات رابط مركز التقديرات الكامل التعرف على كيفية تنزيل الدرجات عزيزي عضو هيئة التدريس للانتقال إلى مركز التقديرات الكامل قم بتشغيل وضع التحرير ثم قم بالضغط على رابط مركز التقديرات من لوحة التحكم التي تظهر على يمين الشاشة ومن القائمة المنسدلة قم بالضغط على رابط مركز التقديرات الكامل لتظهر لك شاشة مركز التقديرات الكامل والتي تحتوي على جدول يوضح أسماء الطلاب وإجمالي درجات أعمال السنة الخاصة لكل طالب والتي تشمل درجات الطالب الخاصة بالمشاركة في المنتديات ويليها درجات الطالب الخاصة بأداء الواجبات ثم الدرجات الخاصة بتصفح ودراسة الطالب للوحدات التعليمية والاستكمال رصد باقي درجات الطالب الخاصة بالمقرر الدراسي مثل رصد درجات الاختبارات الفصلية أو درجات الاختبارات النهائية حال تطبيق ذلك بالكلية يمكنك تحميل درجات اعمال السنة من داخل مركز التقديرات الكامل الى جهاز الحاسب الالي الخاص بك لتكون على هيئة اكسل شيت وذلك عن طريق الضغط على تبويب العمل دون اتصال ثم اختيار تنزيل من القائمة المنسدلة لتنتقل الى شاشة تنزيل التقديرات التي يمكنك من خلالها اختيار البيانات التي ترغب في تنزيلها على جهازك وتحديد الخيارات المناسبة عند تحميل الملف قم بالضغط على زر ارسال ثم الضغط على زر تنزيل ليبدأ تحميل ملف درجات اعمال السنة الى جهازك بعد انتهاء تنزيل الملف يمكنك فتح ملف الاكسل الخاص بالتقديرات واضافة الاعميدة التي ترغب في اضافتها داخل الملف قم بالضغط على زر موافق ليتم الرجوع مرة اخرى الى صفحة مركز التقديرات الكامل في حال الرغبة في اضافة كل درجات الطالب الخاصة بالمقرر الدراسي لتعرض داخل مركز التقديرات الكامل والتي من ضمنها مثلا درجات الاختبارات الفصلية او الاختبارات النهائية يمكنك النظام من اضافة عمود جديد داخل مركز التقديرات عن طريق الضغط على تبويب انشاء عمود ليتم الانتقال الى شاشة انشاء عمود حيث عليك البدء في كتابة بيانات العمود الذي تريد اضافته مع مراعاة ملء الحقول الالزامية والتي تظهر بجانبها علامة النجمة والان ابدأ بكتابة معلومات العمود حدد تاريخ الاستحقاق ان وجد واخيرا حدد خيارات العمود التي تريدها قم بالضغط على زر ارسال ليتم انشاء العمود الجديد والعودة الى صفحة مركز التقديرات الكامل والتي تشاهد فيها اضافة العمود الجديد الذي تم انشاؤه يظهر في نهاية الاعمدة شكرا لمتابعتكم